أهلا بكم نبدأ بهذا الخبر العاجل الذي ورد باللبنان منذ قليل حيث وفادت وكالة رويترز الأنباء عن قيام النائب في البرلمان اللبناني سينثيا زرازير باقتحام فرع مصرف بيبلوس في منطقة أنطالياس شمال العاصمة بيروت المطالبة بالحصول على مبلغ من وديعتها لتغطية تكاليف عملية جراحية تجريها يوم الجمعة المقبل وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت تنضم مراسلتنا جويس الحاج خوري جويس إذن عملية اقتحام جديدة لأحد فروع البنوك ولكن هذه المرة نائبة في البرلمان اللبناني سرمد هي اعتصام أكثر مما هو عملية اقتحام تنفذه النائب سينثيا زرازير في هذه الأثناء في أحد المصارف اللبنانية كما ذكرت شرقي العاصمة اللبنانية هي تطالب حصولها على كامل وديعتها التي تبلغ 8500 دولار بالدولار لأنها ستجري عملية جراحية يوم الجمعة المصرف عرض عليها الحصول على هذا المبلغ على سعر الصرف المتداول في المصارف اللبنانية أي 8000 ليرة مقابل الدولار الواحد لكنها ترفض ذلك وهي تستمر بالتواجد داخل المصرف وسط أيضا وجود عدد من المتضامنين معها في خارج المصرف أمام هذا المصرف هو حلقة من سلسلة اقتحامات أو عمليات اعتراضية على المسار والإجراءات التي تتخذها القوانين لجهة الحبس هذه الودائع العائدة للمواطنين اللبنانيين وتحديد سقف معين لحصول المواطنين على جزء قليل من هذه الودائع وإنما أيضا هذه الودائع لا تعطى بيئة العملة المحلية ويأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية يعاني منها لبنان منذ أكثر من عامين ترجمة نانسي قنقر